تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيارة كريمة إلى جناح وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين المشارك في المنتدى والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم وقد استمع سموه إلى شرح قدمه ساعدة الدكتور مجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم حول الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة للطلباء في مختلف المراحل التعليمية ومشاريع الوزارة التطويرية وخصوصا مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي وبرنامج التلمذ المهنية المطور ودمج الطلباء ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس إضافة إلى أهم الإنجازات التعليمية في مملكة البحرين وبهذه المناسبة عبر وزير التربية والتعليم عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتفضله بزيارة جناح وزارة التربية والتعليم كما أكد سعادة الوزير أن هذه المشاركة تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث كانت فرصة طيبة لعرض أهم الإنجازات والمشاريع التي تحققت في التعليم من خلال دعم القيادة الحكيمة حفظه الله للمسيرة التعليمية جدير بذكر أن جناح وزارة التربية والتعليم حاز على اهتمام كبير من قبل زوار المعرض والمشاركين فيه والذين مثلوا العديد من المؤسسات والشركات التعليمية كما تقام على هامش المعرض العديد من ورش العمل التطبيقية والفكرية في ضوء التطورات التي يشهدها الميدان التربوي عالميا وخصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ترجمة نانسي قنقر